بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نشرح بإذن الله تعالى متن الأصول الثلاثة نعم نسأل أسئلة خمسة قبل أن نبدأ بالدراسة سبلوم كتاب مبلجري كتاب أصول الثلاثة كتاب أسئلة الثلاثة السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد؟ لأن التوحيد هو حق الله العبيد لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل لا بالتوحيد لا يدخل جنة لا موحيد لا يمكننا توحيد إليه إلى الشرق حتى نحقق التوحيد ولن نقع في الشرق نعم ثم قد يسألك سائل يقول هل أنت موحد تقول نعم أنا موحد يقول ما هو التوحيد إذا قلت لا أدري أنك كاذب عندما قلت أنك موحد نعم وقد يسألك سائل يقول هل أنت مشرك تقول أعوذ بالله أنا لستمو مشرك يقول أشرح للشرك بأن ما هو الشرك تقول أنا لا أدري ما هو الشرك إذا لعلك واقع في الشرك الأكبر أنت لا تدري إذا أوجب الواجبات والواجبات 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 والعلم هو التوحيد وإذن أعظم المحرمات والشرك لابد أن نحذر منه ونحذر منه والله أعلم والله أعلم والله أعلم ترجمة نانسي قنقر